السلام عليكم أعزائي الطلبة وأهلاً وسهلاً بكم إلى دروس مادة الرياضيات للصف الأول الإعدادي الجزء الثاني درسنا بعنوان المثلثات وفي هذا الفيديو سنتعلم الجزء الأول من الدرس وسنتعلم في هذا الجزء كيفية إيجاد قياس إحدى الزوايا المجهولة في مثلث تذكر عزيز الطالب أن مجموع قياسات الزوايا الداخلية لمثلث تساوي 180 درجة مثلاً في هذا المثلث تكون قياس الزاوية سين زائد قياس الزاوية صاد زائد قياس الزاوية عين يساوي 180 درجة دعونا نأخذ بعض الأمثلة لكيفية إيجاد قياس زاوية مجهولة في مثلث في هذا السؤال المطلوب هو إيجاد قيمة سين في المثلث المجاور وفي هذا المثلث يوجد زاويتان قياسهما معلوم 30 درجة و45 درجة بما أن مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمثلث تساوي 180 درجة فإن 30 درجة زائد 45 درجة زائد سين درجة يساوي 180 درجة يمكن إيجاد الناتج لـ 30 درجة زائد 45 درجة ويكون 75 درجة فنحصل على 75 درجة زائد سين يساوي 180 درجة لإكمال الحل وإيجاد قيمة سين سوف نقوم بإضافة سالب 75 إلى طرفي المعادلة إلى طرف الأيمن والطرف الأيسر 75 درجة ناقص 75 درجة يساوي صفر فيكون الطرف الأيمن هو سين درجة إذن سين درجة يساوي 180 درجة ناقص 75 درجة ناتج 180 درجة ناقص 75 درجة يساوي 105 درجة إذن سين تساوي 105 درجة إذن قيمة سين في هذا المثلث تساوي 105 درجة سؤال آخر إذا كان قياس زاوية سين تساوي 37 درجة وقياس الزاوية صاد يساوي 55 درجة أوجد قياس الزاوية عين في المثلث سين صاد عين إذن المطلوب هو إيجاد قياس الزاوية عين في مثلث نقوم برسم توضيحي فقط وليكن هذه الزاوية هي سين وهذه هي صاد وهذه هي عين قياس الزاوية سين 37 درجة وقياس الزاوية وقياس الزاوية صاد 55 درجة رسم للتوضيح فقط المطلوب هو إيجاد قياس الزاوية عين إذن لحظ عزيز الطالب لدينا مثلث فيه زاويتان قياسهما معلوم والمطلوب هو إيجاد قياس الزاوية الثالثة لذا فإن مجموعة قياسات الزاوية الداخلية المثلث تساوي 180 درجة أي أن قياس الزاوية سين زائد قياس الزاوية صاد زائد قياس الزاوية عين يساوي 180 درجة بالتعويض المباشر عن قياس الزاوية سين وقياس الزاوية صاد 37 درجة زائد 55 درجة زائد قياس الزاوية عين يساوي 180 داعظ أن قياس الزاوية سين هو 37 درجة وقياس الزاوية صاد هو 55 درجة يمكن إيجاد ناتج جمع 37 درجة زائد 55 درجة فنحصل على 92 درجة زائد قياس الزاوية عين يساوي 180 درجة لإكمال الحل وإيجاد قيمة الزاوية عين سوف نقوم بطرح 92 من طرفي المعادلة أو إضافة سالب 92 إلى طرفي المعادلة إلى الطرف الأيمن وإلى الطرف الأيسر 92 درجة ناقص 92 درجة سوف يكون الناتج صفح فيكون لدينا قياس الزاوية عين يساوي 180 درجة ناقص 92 درجة إيجاد ناتج 180 درجة ناقص 92 درجة سوف يكون 88 درجة فيصبح قياس الزاوية عين يساوي 88 درجة دعونا نحل هذا السؤال المطلوب وإيجاد قياس الزاوية ثالثة في مثلث قائم الزاوية إذا كانت إحدى زاوية 53 درجة رسم توضيحي فقط هذا هو المثلث القائم في هذا المثلث يوجد زاوية قياسها 53 درجة والمطلوب هو إيجاد قياس الزاوية الثالثة المجهولة لاحظ في هذا المثلث عزيز الطالب أنه يوجد زاويتان قياسهما معلوم 53 درجة والزاوية القائمة حيث أن الزاوية القائمة قياسها دائما يساوي 90 درجة فأصبح لدينا في هذا المثلث زاويتان قياسهما معلوم وزاوية قياسها مجهول لذا فإن مجموع قياسات الزاوية الداخلية لهذا المثلث تساوي 180 درجة قياس الزاوية الثالثة يمكن إيجاده عن طريق 180 ناقص مجموع قياسي الزاويتين الأخريتين أي أنه يساوي 180 ناقص ثلاثة وخمسين درجة زائد تسعين درجة ثلاثة وخمسين درجة زائد تسعين درجة سوف يكون مئة وثمانين درجة ناقص مئة وثلاثة واربعين درجة ثلاثة فيكون الناتج 37 درجة إذا قياس الزاوية الثالثة في المثلث القائم الزاوية تساوي 37 درجة في هذا السؤال المطلوب هو إيجاد قيمة سين في المثلث المجاور لاحظ عزيز الطالب أن الزواية الثلاث لهذا المثلث قيمتها تساوي سين درجة الزاوية الأولى قياسها سين درجة والزاوية الثانية قياسها أيضا سين درجة والزاوية الثالثة أيضا قياسها سين درجة لذا سوف يكون الحلقة الآتي مجموع قياسات الزواية الداخلية للمثلث تساوي 180 درجة بالتعويض المباشر سوف نحصل على قياس الزاوية الأولى سين درجة زائد قياس الزاوية الثانية سين درجة زائد قياس الزاوية الثالثة سين درجة مجموعة القياسات الثلاث يساوي 180 درجة سين درجة زائد سين درجة زائد سين درجة يساوي 30 درجة أصبح لدينا سين زائد سين زائد سين فيصبح الناتج 30 فثلاثة سين درجة يساوي 180 درجة لكي نوجد قيمة سين سوف نقوم بقسمة طرفي المعادلة على ثلاث عند قسمة ثلاثة على ثلاثة سوف يكون الناتج واحد فنحصل على واحد سين أي سين وعند قسمة 180 على ثلاثة سوف يكون الناتج ستين إذن سين تساوي 60 والآن عزيز الطالب أجب عن الأسئلة الآتية سؤال الأول مجموعة قياسات الزوايا الداخلية للمثلث تساوي نعم تساوي 180 درجة السؤال الثاني قياس الزوايا المجهولة في المثلث الموضح في الدراجة يساوي لاحظ عزيز الطالب هذا هو المثلث هذه هي الزاوية وهي زاوية أخرى وهذا هي السين فقياس الزوايا المجهولة في المثلث في الدراجة يساوي تذكر عزيز الطالب أن مجموعة قياسات الزوايا المثلث يساوي 180 درجة لذا لكي نوجد قيمة الزاوية المجهولة أو قياس الزاوية المجهولة 180 ناقص مجموع قياسي الزاويتين المعلومتين سؤال آخر قياس الزاوية المجهولة في المثلث الموضح تساوي 120 درجة يمكن طرح مجموعة قياسي الزاويتين المعلومتين من 180 درجة يمكنك عزيز الطالب الرجوع إلى كتاب الرياضيات للصف الأول الإعدادي الجزء الثاني صفحة 90 و91 لحل التمارين الموضحة مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح